أهلا بحضراتكم من جديد حالة الطوارئ معسكر المذاكرة ممنوع اللعب مفيش خروج مين فينا بسماش المصطلحات دي وأيام الامتحانات أنا شخصيا من الناس اللي سمعتها كتير جدا طول فترة الامتحانات خصوصا امتحانات السنوال العامة طبعا طبعا بيبدأ بقى التوتر والألاء والخوف على مستقبل الولاد من قبل الأهالي لأن الحقيقة امتحانات السنوال العامة هي واحدة من أكتر الفترات الحاسمة واللي بتحدد اختيارهم للكلاء بعدها ممكن انها تحدد مستقبلهم كله بشكل عام علشان كده الأهالي للأسف بيعيش ولادهم في حالة من الرعب لدرجة بتخليهم ما يعرفوش ان هم يحصلوا دراسيا كويس ولو لا قدر الله الولاد حلوا في امتحان مش كويس بتبقى حالة بقى من الناكت في البيت كله علشان كده فقرتنا النهاردة هنعرف شوية مصايح للأهالي تساعد ولادهم ان هم يركزوا في المواد اللي هيمتحنوها واركنوا على جنب اي مادة خلصت سواء حلوا فيها كويس او لا ده هنعرفو منذ فتنة لمنورانا نهال فهم استشاري الصحة النفسية زكا استاذها اهلا اهلا بيك ودائما كلا بتنورينا في تبور الصباح ربنا خليكي بنور بيكو دائما اسلامي احنا حاليا في حالة طوارق معسكر كده موجود في اغلب البيوت المصرية اللي فيها طالب سنوية عامة ويمكن زي ما قلنا في البداية ان المعسكر ده مش بس بيكون قصر على الطالب لا ده الافراد الاسرة كلها فزاي الاجواء العامة في البيت بتأثر على الطالب سواء من الناحية النفسية او من ناحية التحصيل الدراسي هقولك حاجة يا فاطمة عامر قال في الاول ان هو معسكر وقلتي ان هو دلوقتي بيصيب البيت بالكامل يعني جميع افراد الاسرة بتتوتر طب مين الهادي اللي هيحاول يتحمل ويمتص كل التوتر ده لما الاهالي تتوتر والولاد اللي بتروح الامتحانات تتوتر مين الهادي اللي هيقدر يتعامل في البيت مين اللي هيقدر يكايف الظروف المناسبة للولد او البنت وهما نازلين رايحين امتحانهم لما كلنا نتوتر توتر بيعمل ايه توتر بيخلينا عندنا سرعة في ردود افعال احنا بننفعل بسرعة احنا مش قادرين نتحكم في غضبنا فبالتالي احنا مش قادرين هيق لولادنا الجو المناسب للمرحلة الخطر دي هل معنى كلمة ان هي مرحلة خطر او ان هي فيها شد وفيها توتر ان انا اوصل ده لولادي فهم نازلين الامتحان اصلا ما يبقوش عارفين يركزوا او يفتكروا الحاجة اللي هما مذكرانها طب انا منتظر ايه لما يكون اجواء البيت كلها متوترة انا منتظر ان ايه ابني لما يوصل لامتحان كل همه طب هو انا لو حالا تلوقتي ما افتكرش السؤال ده طب لو انا نزلت شوية في الدرجات انا هعمل ايه في البيت طب انا ارد فعل الاهلي اللي في البيت لما ارجع انا تركيزي انا بقيتش برازنت انا بقيتش حاضر في الثانية اللي انا فيها الخوف بيسيطر علي وانا محتاج ابقى حاضر ابقى حاضر عشان تركيزي يحضر عشان اقدر افتكر المعلومات اللي انا ذكرتها وتعبت فيها ما انا شئيت طول السنة وتعبت وحصلت معلومات محتاج اخرج المعلومات دي بصورة منظمة بصورة صحية وقت الامتحان طيب يبقى احنا محتاجين ان المعسكر ده مهم جدا جدا ومفيد وصحي ولكن احنا عايزين ان يبقى معسكر صحي معسكر مفيد معسكر ايجابي الاهل كمان محتاجين هم يشتغلوا على نفسهم معسكر منفرد الاب والام ياخدوا بعض كده ويتفقوا احنا هنعمل ايه الفترة دي و ايه الحاجات اللي احنا هنعملها طب انا هينفع دلوقتي ايجي اقول للولد تقومش من مكانك مشوفكش بتتحرك من على مكتبك مكتبك انت بتصحى كده دخلك اكلك وشربك وحكتك ودنيتك كلها متتحركش كلمة اللي متتحركش ومتتحتحش المكانك دي دايما بتتسمع قوي في البيوت المصرية وقت الامتحانات طب انا محتاج اخرج طاجة طب انا متوتر طب انا محتاج اقوم اتماشى طب انا محتاج كل 30 دقيقة عقل يفصل من المعلومات اللي دخلت وابدأ اقوم اتحرك احرك جسمي العب يوجا اعمل تمرينات رياضية اشغل ميوزيك هدية ايه نشاط بسيط اللي ده قال انا محتاج احرك جسمي عشان عقلي يبدأ يعمل رست ويرجع تاني يشتغل في بعض الاهالي بيسمعونا دلوقتي وبيشوفونا وبيقولولك ده انا متقبله طول السنة لكن فترة الامتحانات لا انا خايف عليهم انتي يعني حرك كده اللي بتقوليه يعني بيخليهم يعني يفلتوا من الاجواء اه مش هيبقى فيه كنترول مش قادرة تحكي اه وانا ده من خوفي عليهم انا بعمل كده هو وجهة نظره كده هو في الاخر حسن النية الاب او الام بس هي وجهة نظره كده ان لا لازم الشدة ولازم الحسم ولازم القوة وما فيش نفس وما فيش حاجة اوكي طول السنة ممكن يقوم يتمشى يفصل عقله كل 30 ديئة لكن فترة الامتحانات لا يعني لا هو الراجل قفل دماغه عليك خلاص الاهالي هنا قررت ان هي توطرت فانا لا مش هتدي له الفرصة ولا المساحة ان هو يعمل اللي هو عايزه طيب هو هنا المشكلة في النقطة اللي انت قلتها دي ان الاهالي بتحس ان هي بتلوز الكنترول مش هي المتحكمة في اليوم مش هي المتحكمة لان خلاص هو انا ابني زاكر زاكر اللي زاكره داخل الامتحان انا مش متحكم في النسيجة انا مش قادر اقول ان ابني باللي عمله ده هيدخل يجيبلي المجموع اللي انا منتظره فاحساسهم دايما الاهالي وانا مقدرة ومحترمة ده جدا ولكن هو غير مفيد لولاد وغير صحي ممكن الاهالي تكون خايفة وقلقانة بس البيت عبر عن ده باسلوب وطريقة غلط فيوصل للابناء انهم مش مقدرينهم مش مقدرين التعب والقلق اللي هم فيه مش داعمين ومساندين ليهم فهو اعتقد الطريقة والاسلوب بس هم اللي غلط احنا هنا ما بنقولش ان فيه اي نية من اهل طبعا لا من اب ولا من ام هتبقى نية سيئة هم دايما عايزين ولادهم احسن منهم واحنا لازم الولاد يبقوا فاهمين ده هو باباك ومامتك لما بيشدوا عليك او لما بيتكلموا معاك ما تقومشون على مكتبك وما مش نيتهم ان انت تبقى محبط او قاعد مدائي وما نيتهم فعلا حلوة قوي وما عايزينك احسن واحد في الدنيا كلمة اللي دايما بتتقال عايزك مش احسن مني عايزك شوف احسن واحد في الدنيا ولكن احسن واحد في الدنيا ده من وجهة ناظر مين او بقاني طريقة وبقاني اسلوبه وهو الطفل نفسه والشاب اللي داخل دلوقتي في مرحلة عمرية مرحلة عمرية ومرحلة انتقالية كمان هو شايف نفسه فين ومواهبه وقدراته ايه الكنترول اللي مهم قوي نرجع له النقطة اللي احنا عايزين نقفلها دي عشان تبقى واضح لكل الاهيلي فكرة قدرة على التحكم الاهل بتبدأ تتوتر لما التحكم يخرج برق ديهم ما يحسوا ان هم مش مسيطرين على المرحلة دي لأ هو انا محتاجة اقعاده اكتر عشان النتيجة اللي انا بستنيها تجيلي زي ما انا عايز تب السيطرة صح ولا غلط ولا السيطرة بحدود ما هو فيه حد ممكن يقول لها حضرتك من لازم يكون مسيطرة عشان الامور ما تفكش ابني شاقي لعبي التزام ونظام ده ما فيش اي حد يعترض عليه التزام ونظام واللي احترام المتبادل ما بين الطرفين ما بين الاهل وما بين الولاد مش السيطرة بنعانا كلمة السيطرة لان هنا بيكون فيه حاجة اسمها هي وين وين سيتيواشن انا هحترمك وانت هتحترمني ما ينفعش الاب يقلل من ابنه او الام تقلل من بنتها ونيجي نقول لا معلش والله انا هدخل ازعالك فوقت منتي بتذكري ومنتظر منك ان انتي هتتقبلي مني كل الكلام وتبقي هادئة ومستعمعة ومتحصل كويس كمان ده مستحيل وصلنا النقطة مهمة وممكن تكون حل كمان مشاركة الاهل مع اولادهم في جدولة الوقت ان احنا والله هنذكر كم ساعة في اليوم بعدين هنطلع مثلا بريك كم دقيقة نعمل نشاط معين هل ده مهم ان الاهل يعملوه عارف يا فاطنة هاخد من كلمك حاجة حلو قوي فكرة المشاركة احنا دايما بنيجي نتكلم لما اي حد بيعمل public speaking لما يجي يطلع يتكلم قدام جمهور شارك مخوفك من اكتر الحاجات اللي بتعمل connection ما بين الاطراف ان انا اشارك مخوفي يعني انا دلوقتي لو انا جاي اللقاء معاكم النهاردة اوكي فانا حسيت ان انا متوترة شوي اول حاجة اقولها لكم ايه حسيت ان انا النهاردة متوترة شوي ال connection الطبيعي ما بين الهيوم بيينجز بيحصل ايه ان الانسان بيبدأ يوصل لقدامه لا انا معاك ما تقلقش او هقدر او هحترم ده مش هتعد حدودي هخلي بالي فما بالك ما بين الاهل وولادهم انا الان روح قول لولادك اعودي مع ولادك قول لهم انا خايفة انا الان مش انا مرعوبة انا مش عارفة نام لا ما توطر يومش ولكن شاركي مخاوفك ومشعرك قعد كاب الاب طبعا بيبقى عنده حدود صارمة ان هو مقدرش يقول لنا الان الصورة النمطية عن الاب مقدرش يهزه ويقول انا خايف او انا الان عليك او الان على مستقبلك لا شاركوا مخاوفكم مع ولادكو قولوا لهم احنا عايزينكو احسن عايزينكو كويسين مش انا بضغط عليك عشان انا في حاجة معينة وعندي اجندة خاصة في دماغي وعايزك تدخل كلية زي ما انا محتاج لا انا فعلا ما عايزك كويس وخايف عليك ان انت لو ما قعدتش والتزمت اليومين المهمين اوي دول في السنة احنا بنتكلم ان هم بضعة ايام في السنة انا محتاجك تركز فيهم فانا كل ما بشارك مخاوفي كل ما بعبر عن اللي جوايا كل ما ولادي هيقربوا مني اكتر هيحسوا ان الجاب اللي ما بين فكرة الاهل البعب والكبير اللي داخل بيزعق بس وبيتوتر بس وده بصصلك من نظرة الصغير القصير لا اشتركوا في القناة